موسيقى 16 سنة حماس بتحكم غزة وبقبضة من حديد ولم تبني او تحفر او تصنع ملجأ واحدا او عدة ملاجئ للمدنيين الفلسطينيين للتلاف اللي ماتوا دولهم منهم 64% اطفال ونساء كانوا ممكن يبقوا موجودين في الملاجئ امينين دلوقتي انما حماس تبني الانفاق تحفر الانفاق تصنع مدينة تحت الارض لسلحها لزخائرها لادواتها وسائل التدمير والقتل انما لا تصنع ملاجئ للحياة ليه لان الحياة رخيصة قائم على هذه العملية جماعة غير مسؤولة وجماعة لا تضع حياة الناس ولا مستقبل الاضار الفلسطينية ولا مستقبل الشعب الفلسطيني في حسابتهم على الاطلاق وليس لي ولا لغيري ان يدافع هذه العملية لنجاحها اللي في حقيقة الامر مبهر طالما هذه النتائج كارسية لكن يا في حد ذاتها كاشفة ان احنا عندنا جماعة تختطف مش بس قرار فلسطيني ده بتضيع فلسطين بتدعاء انها بتقاوم طب هو السؤال هنا بسيط وسهل يعني ما نقاومش يعني اسمح لي اقولك ما نقاومش يعني لو النتائج ان المقاومة عملية مقاومة هتدمر الاضار الفلسطينية عملية مقاومة هتهجر مليون ومية ومتين الف محدش عارف بعد كده كم عملية مقاومة هتموت خمس تلاف تقوله احنا مموتين الفين عندهم ياه ما احنا رخاص قوي كده يعني اروحنا يعني اكثر رخصا بحيث انه مماله لما يموت عندنا خمسة ولا عشر تلاف طالما عرفنا نقتل الفين عندهم ما هو ده رأيهم في الروح الفلسطيني ده ثقافت الموت اللي تمتلكهم ترجمة نانسي قنقر